وتابع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي موقف تطوير المجمعات الاستهلاكية من خلال برنامج الشراكة بين عدد من هذه المجمعات والقطاع الخاص كما تابع مدبولي موقف توفر السلع في المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية فضلا عن متبعة جهود توفير الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية وكذلك إجراءات تطوير المجمعات الاستهلاكية مع استمرار العمل على حوكمة منظومة صرف السلع التموينية بما يصم في وصول الدعم المستحقي